لا بد لنا من العلم ولا بد للعلم من أن يأتينا على ظهر اللغة العربية لماذا رفضنا البليون وما الفرق بين أصول الدين وأصول الفقه وما العلاقة بين التوأم والوئام أحدثكم عن الزباء وكيف خدعها قصير وتبلغ بي الجرأة أن أحاول فك لغز من الغاز الكتابة العربية نعم سأحاول أن أوضح بعض قواعد الهمزة كيف نكتب الهمزة وأحدثكم عن مئة شيء آخر مرحبا بكم صوت الغين يخرج من أقصى الفم بهواء يتردد بين سقف الفم ومؤخر اللسان وهذا الصوت في الفرنسية وفي ألمانية الشمال مثلا يكتب راءا ولكنه في الواقع غين وفي الغين تفخيم وترقيق بحسب ما يترك اللسان فوقه من مسافة وبحسب مدى زلاق الغين في الحلق نقول الغابة والغابة ويوجد حرف الغين في اللغة الأرمانية وقد تعب الأستاذ أغزريان وهو يصحح الناس يقول أنا لست أغزريان أنا أغزريان اليمين واليسار في السياسة يتميز اليمين بأنه محافظ يعزز ما يملكه الناس من تراث وطريقة عيش بينما اليسار ميال إلى التغيير والتعبيران جاء من جلوس المحافظين على يمين الرئيس في المجلس التمثيلي أثناء الثورة الفرنسية وجلوس أهل التغيير على يساره الجيروند إلى اليمين واليعاقبة إلى اليسار نقول أنضى الأمر أي نفذه وجعله يمضي قدما أي أنه مشى المعاملة ومن هنا الإمضاء أي التوقيع الإنبيق إبريقان بينهما أنبوب والإنبيق جهاز لاستخلاص ماء الورد وما إلى ذلك بطريقة التقطير ما أراها إلا منحوتة من أنبوب وإبريق وبها سم أحمد زكي كتابه بواتق وأنابيق وليست في معجم لسان العرب في الإنجليزية هي ألمبيك وهي من العربية بحسب معجم أكسفورد الكبير انتجع القوم المكان نزلوا فيه لرعي مواشيهم وانتجع الشاعر الأمير نزل ببابه أملا في عطائه والمنتجع مكان فيه الماء والخضرة والتدليك والنفقة الباهظة أي يد تأييدا جاءت من اليد اليد تعني القوة يد الله فوق أيديهم والأيد القوة وأي يد ناصرة نقول ارفعوا أيديكم عن الأمر أي لا تتدخلوا اليد المساعدة نقول مد له يد العون واليد البيضاء الخدمة الجليلة مثال مجمع القاهرة له أياد بيض على اللغة العرمية الأيقونة في الأصل صورة قديس صغيرة للتبرك وحديثا رمز مصور يفتح عملية حاسوبية وأبرهة الأشرم لقبته العرب الأشرم لأن أنفه مشروم أي مشكوق وجدع الأنف أبلغ من شرمه والأجدع المشهور في التاريخ اسمه قصير طلب قصير من الملك عمر بن عدي أن يجدع له أنفه ليخدع الزباء وذهب قصير إلى الزباء ملكة تدمر وعدوة الملك عمر مجدوع الأنف وقال لها إن الملك عمرا جدع أنفه وإنه يريد الانتقام منه ومساعدتها عليه فصدقته وألحقته بحاشيتها فدبر لجيش الملك أن يقتحم على الزباء قصرها ويأخذها أسيرا وتقول القصة إن الزباء لعقت سما كان في فص خاتمها وماتت وهي تقول بيدي لا بيدي عمر وذهبت مثلا وقالت العرب لأمر ما جدع قصير أنفه فهذا مثل آخر تسقط ألف ابن إن جاءت بين اسم الولد واسم أبيه إلا إن جاءت ابن في أول السطر فتثبت الألف ولا همزة فبن في بعض الأعلام تحذف الألف عبد الرحمن إسحاق طاها بدون ألف غير أننا في الكتابة الحديثة نميل إلى إثبات الألف في أسماء عدة منها هارون وإبراهيم وإسماعيل وياسين قواعد رسم الهمزة ليس شيئا سهلا نحاول لن نخوض خوضا فيها بل سنلقي بعض الأضواء ها هي أمثلة قرأت جزءا كان هذا جزاءا جزءا تأخذ ألف بعد الهمزة وجزاءا لا تأخذ ألف بعد الهمزة أنتم قراءنا الهمزة على واو ويا قراءنا الهمزة على السطر ومن قرائنا الهمزة على النبرة بحسب التشكيل قد أخذه بهمزة وقد انطلق بغير همزة القاعدة الهمزة التي تسقط في النطق مرة تسقط في الكتابة كل مرة القاعدة السهلة في كلمة مثل نشأ هي أن نكتب النشأ ثم نلصق بها الضمير الهمزة الأخيرة بعد الياء إذا كانت الياء ظاهرة فنحن نضيف الهمزة شيء هناك ياء نضيف همزة فيء بريء رديء الياء موجودة نضع بعدها همزة وإن كانت الكلمة تنتهي بكسرة جعلنا الهمزة فوق شكل الألف المخصورة بلا نقطتين شاطئ انتهت بكسرة نضيف همزة بدون نقطتين ومثلها قارئ وصدئ قاعدة أخرى إذا انتهت الكلمة بحرف ساكن ثم بهمزة فالهمزة على السطر كقولنا أن نشأ وكف نكتب كافا والهمزة على السطر في الرسم القرآني اختلافات عما نعهد في جرائدنا ومجلاتنا الصلاة بواو والهمزات ترسم بشكل مختلف في مواضع شتى في الرسم القرآني لقد جرى تعديل على رسم اللغة العربية قبل نحو ألف ومئة سنة حتى يتوافق الرسم مع النطق وأبقي الرسم القرآني على حاله ولم يعترض الفقهاء ولا علماء اللغة وجدير بنا اليوم أن نجري إصلاحا على رسم الهمزة فهي حرف بغيض إلى قلب كل كاتب وقد أثقلنا عليكم التوأم تقال لأحدهما وللاثنين معا ويقال للاثنين أيضا توأمان ويقال للثلاثة فما فوق توائم والتوأم أصلها المواءمة والوئام وتجدها في المعجم تحت الواو نقول عنهما توأم متماثل إذا انشقت عنهما بغيضة ولا نقول متشابه فالتماثل مساواة كاملة والتشابه مجرد تقارب الوطن قال ابن الرومي ويستشهدون بهذا البيت كثيرا ولي وطن آليت ألا أبيعه وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا هذا البيت ليس عن حب الوطن ابن الرومي كان يتنازع مع جارته على بيت وقال هذا البيت ساد الهرج والمرج القاعة أي ساد الاضطراب البليون هو المليار كان هناك اختلاف بين بريطانيا والولايات المتحدة في تحديد قيمة البليون بين مليون مليون في بريطانيا وألف مليون في أمريكا ونختار المليار لتعني ألف مليون وتبقى التريليون مليون مليون وأرقام نلفظها ولا نتخيلها قد نتخيل المليار سكان الصين مليار وثلث وسكان الهند مليار وثلث وبقية العالم خمسة مليارات أو خمسة ملايير بحسب الجمع المغاربي أما التريليون فنتركه لدهاقنة البنوك المركزية التغير النوعي تغير في طبيعة الشيء وليس فقط في كميته الإصلاحات الحكومية ستؤدي إلى تغير كمي والمطلوب إجراءات جذرية تصنع تغيرا نوعيا الحراك بفتح الحاء الحركة سقط على الرصيف بلا حراك الخيار بكسر الخاء والجمع خيارات بقي أمامنا خيار واحد وإنما قال الناس خيار بفتح الخاء وأصر عليها للتفريق بينها وبين الخيار الذي هو أخو القثاء هذه طريقة من طرائق تغير اللغة الأحرف اللاتينية نظام في الكتابة تنتهده لغات غرب أوروبا وهو النظام المعتمد في الرموز الكيموية وفي تسمية الأجناس والأنواع الحية ومن هنا تعين على كل متعلم إتقانه بوصفه نظاما عالميا معتمدا في العلوم ويقابله في شرق أوروبا نظام الأحرف الكريلية وبه تكتب الروسية وغيرها وبالحرف العربي نكتب لغات عدة هو يناسبها وتناسبه ويوائمها وتوائمه ويحبها وتحبه كالمنخل اليشكري ومحبوبته وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري الأحرف اللاتينية تضبط الحركات بحروف والعربية تضبطها بالتشكيل عندما ألغى أتاتورك الحرف العربي عن التركية فإنما أراد أن يغلق المكتبة العثمانية والإرث القديم ويقلب المنضض على النظام القديم كله وعلى الدولة العميقة ونجح فأما أن الحرف العربي غير مناسب فحجة متهافتة كنت أسمع محاضرة بلغة أجنبية وكتبتها كلها في دفتري بالعربية تعجب صاحبي بعد المحاضرة إذ رآني لم أغادر شيئا إلا دونته قال لي كيف استطعت ذلك قلت له الحرف العربي أطوع وأسرع بقي لدينا في لقاء اليوم المشفى والمستشفى والأثري والآثاري وجريمة ترسيب الطلبة اللغة العالية الوثائقي شريط مصور يحكي قصة واقعية أو حدثا تاريخيا أو يعالج قضية وقد يسجل المخرج تجربة مر بها فيسميه بعضهم عندئذ فيلما تسجيليا يحتوي الوثائقي صورا حقيقية في الغالب غير أنه ربما احتوى مشاهد تمثيلية ورسوما توضيحية وربما كان كله عبارة عن مشاهد تمثيلية تصور أحيانا لكي تعكس حدثا لم تحضره الكاميرا وربما تخللت الوثائقي نبذ من شهادة أشخاص ممن صنعوا الحدث أو من الخبراء أو من شهود العيان ويتضمن الوثائقي عادة شريطا صوتيا يحتوي في الغالب نصا مقروءا وموسيقى تصويرية ومؤثرات صوتية الضخ الإعلامي المعلوماتي في الوثائق يجعله ثقيلا والحل تقليل المعلومات وأيضا الاستعانة بالرسوم التوضيحية وينجح الوثائقي التلفزي بعوامل كثيرة منها براعة التصوير ونقاء الصوت وعمق المعالجة وبرعة النص وأيضا اللمسة الفنية وسرعة الإيقاع وربما أهم من ذلك كله التسلسل القصصية أم حرف عطف ونحن نتحدث عن الإعلام وليس اللغة حرف عطف يظل بريئا حتى يستعمله مذيع يريد استعراض ما لديه من معلومات فيسأل المحلل السياسي هل نجح المؤتمر أم إنه أدى فقط إلى بعض التقارب أم إن الفرق أزداد تباعدا كما يفهم من المؤتمر الصحفي أم إنه من السابق لأوانه الحكم على النتيجة هذا ليس سؤالا هذا امتحان من نمط اختر الإجابة الصحيحة مذيعون كثر يفعلونها امتلاك الحقيقة اعتقاد فئة أن مبدأها بكل تفاصيله هو الحق الوحيد وأن كل ما يخالفه فاسد استشفى طلب الشفاء والمستشفى مذكر وقالوا المشفى أي المكان الذي يتم فيه الشفاء لكن يتم فيه أيضا الموت فالمستشفى أدق ولكن المشفى فيها تيمن وأمل وهي صحيحة الاستقلال يأتي بانتهاء الاستعمار ونستعمل كلمة استقلالية فنقول تميزت فرنسا ديجول بالاستقلالية ونقول نتمتع في مؤسستنا بالاستقلالية فهذه غير الاستقلال بمعناه السياسي والتاريخي وللزميل الإعلامي أقول ستجد مدققا لغويا في مؤسستك يشطب لك كلمة استقلالية قائلا هذه ليست من اللغة العربية هذا المدقق لم يصله بعد الخبر بأن اللغة العربية تتطور وتخترع من جوفها مفردات تعبر عن معاني شتى أصول الدين ركائزه من عبادة وإيمان وإحسان وهذا يتضمن أركان الإسلام الخمسة الشهادة والصلاة والصومة والزكاة والحج لمن استطاعه ويتضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويتضمن الإحسان للوالدين والأقربين وإخوة الدين وجعل بعض العلماء الإمامة أصلا وقد تتفاوت المذاهب فيما تعده أصلا وما تعده فرعا كالجهاد هذه أصول الدين فأما أصول الفقه فأصول الفقه علم من العلوم الشرعية ويدرس طريقة استنباط الأحكام من القرآن والسنة وباستخدام القياس والإجماع والاجتهاد أغضى يغضي إغضاءا غضى الطرف وصبر واحتمل الهناد يغضي حياءا ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسمون أغنية والجمع أغاني وأغنيات قطعة شعر ملحنة والمغنات قصيدة طويلة تصحبها موسيقى وجوق وهي عند الأوروبيين الكانتاتا وعندنا قد تكون سلسلة تواشيح من قبيل إسقي العطاش أو نوبة أندلسية فيها ألوان من الغناء والعزف إفريقيا بكسر الهمزة القارة وإفريقية في تاريخنا تونس الأثري والآثاري الأثري للشيء والآثاري للشخص يشرف على التنقيب في هذا الموقع الأثري آثاريان معروفان الأخنف من يتكلم من أنفه وبعض الخنف يضفي حنانا على الصوت يسمى الخنف المحبب الغنة الأشخاص طوال وقد ظل صاحبي يثرثر طوال الوقت الحبل السري يقطع بولادة الجنين وتبقى السرة شاهدا على أن المرء كان يوم الصدم أمه الحجة القرينة التي تنشد أن تكون برهانا وقد تضادها حجة أخرى أقوى فتبطلها فمن بطلت حجته وتغلب عليه خصمه فهو محجوج الحرباء دويبة ذخيرة متلونة وبعض المواقف توصف بالحربائية كأن يناصر أحدهم الثورة ثم يناصر الثورة المضادة نقول ما قاله صالح عبد الحي عشنا وشفنا الذخيرة الحية هي التي تميت الذواق ذو الذوق المرهف في طعام أو لباس أو كلا وهو يملك ذائقة مرهفة الناقد الأدبي بدون ذوق مجرد أكاديمي يطبق مناهج خشبية الراسب في الامتحان الساقط عن درجة معينة والرسوب كلمة فيها انكفاء إلى عقلية المناظرة حين كان المتفرجون يستمتعون بغلبة أحد الخصمين وذهاب الآخر كاسف البال حزينا والمناظرة قتلت قدما سيبويه وأبا بكر الخوارزمي لماذا يوصم المرء بأنه راسب في الثانوية العامة كان يكفي أن تعطى له درجاته دون وصم وحتى دون جمعها في معدل وليذهب إلى جامعة أو إلى معهد أو إلى مشغل وكم شخص أرسبوه ثم أبدع الشفق حمرة في الأفق مع غروب الشمس فإذا سود الأفق واختلطت الأرض بالسماء فهذا وقت العشاء الصرصور حشرة منزلية لا سبيل إلى إبادتها أنت فقط تحرص على النظافة وترمي كل الكراتين الفارغة فتنتقل الصراصير إلى بيت الجيران الطبق الطائر مركبة فضائية مجهولة تهبط على مخيلة بعض الناس ويحلفون الفضاءات كلمة يرددها المثقفون وهواة الثقافة الفن التجريدي فن يجرد الفكرة من صورتها المادية ويحاول إيصالها فكرة يحس بها المرء إحساسا في الرسم قد تكون اللوحة التجريدية تركيبا لونيا يوحي بجو أو بشعور غالبا هي شعوذة محضة نعود من حيث أتينا هذا فرخ ورق أو طبق ورق وسماه القدماء طومارا وكان الخطاط القديم يجعله ثلاثة أقسام متساوية ليكتب في قسم منها بخط معين هذا الخط سمي خط الثلث لماذا؟ لأنه يكتب على ثلث الطومار الثلث يستعمل لعناوينه الكتب ولكتابة الآيات القرآنية على جدران المساجد فأما المصحف فيكتب بخط النسخ فإذا ما أراد الخطاط أن يكتب رقعة صغيرة أو رسالة موجزة فهذه تكون على رقعة أصغر يسمى خط الرقعة وقد جاءوني بحبر ذهبي هذا الحبر صعب الكتابة وجاءوني بريشة سميكة ومع ذلك فقد كتبت بخط الرقعة ما سأقوله لكم الآن السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر